السلام عليكم هنتكلم النهاردة في المحاضرة الخامسة من برنامج الميداس جي تي اس اي اكس عن موديفايد مور كولوم وده الكنوستويتوف موديل التالت اللي حنا هنتكلم عنه من ضمن الكنوستويتوف موديل اللي حنا نتكلم عنها في الكورس في المحاضرة التانية اتكلمنا عن الانيار الاستيك وتكلمنا عن المور كولوم ففي المحاضرة دي هنعرف او هنتكلم عن الموديفايد مور كولوم وهنعرف ايه اللي بميزه عن او من خلال دراستنا النهاردة هنقدر ان احنا نتعرف على ازاي الموديفايد مور كولوم قدر انه يتغلب على الويكنس او العيوب اللي كانت موجودة في الماتيريال الخاصة به مور كولوم وحنبدأ النهاردة في موديل 3D بمثل لي الريتينينج اكسكافيشن ويعتبر من الموديل الكبيرة اللي احنا هنتكلم عنها في خلال الكورس بتاعنا في خلال محاضرة النهاردة هنبدأ ان احنا نعمل نستخدم نتكلم عن الماتيريال موديل الخاص بالمور كولوم زي ما قلنا وبعد كده هنبدأ ان اتكلم عن الموديلينج الخاص بالشيت بايل في 3D والبيمز والتراسز والانكورس وهنعرف ازاي نعرف الماتيريال بتاعتها والبروبرتيز وازاي ان اظهرها في شكل 3D في حيث انا اشوف المنشأ بتاعي مضبوط وبعد كده هنتكلم ازاي ان انا اعمل انترفيس للألمنت بتاعتي في 3D وهنتكلم عن الأنكور بيتينشن ويحنا تقريبا اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت وبعد كده هنتكلم عن هنظهر الريزلس الخاصة بالجروند سترسز والسرينج اكشن اللي هتكون موجودة في ونظهر المومنت والشير والاكسي الفورس وهنشوف الديفورميشن الخاصة بالريزلس بتاعتي فادي النقاط اللي احنا هنتكلم عنها في خلال المحاضرة دي وان شاء الله نقدر نخلصها في البداية هنعرف ايه بقى الموديفايد مور كولوم لو فاكرين من المرة اللي فاتت ان اليلد سيرفس اللي كان بيحكم الموديفايد مور او المور كولوم كان عبارة عن جزئين الجزء الاولاني كان اليلستيك والجزء الثاني كان عبارة عن بيرفكتلي بلاستيك وده بيمسلي الموديل في اللي ظاهر عندي هنا النواة كان في البداية بيتكلم عن اليلستيك وعد كده بلاستيك وكان السترين كان بيكون عبارة عن مجموع السترين اللي هيحصل من الديفورميشن اليلستيك والديفورميشن البلاستيك فحصل إمبروفمنت لمور كولوم موديل عن طريق أنه في البداية كان بيفترض لي أن جزء الإلاستيك هو عبارة عن لينير إلاستيك لكن في الموديفايد مور كولوم بدأ أنه يكون سيدر النون لينياريتي في مرحلة الإلاستيك وده أحد فهو بدأ يعمل كومبايند ما بين النون لينير إلاستيك موديل مع الإلاستو بلاستيك موديل فبدأ يربط التو كيرفز دول وبعض اللي هو النون لينير إلاستيك موديل وفي نقطة البلاستيك هو أخذ الاتجاه الخاص بالإلاستو بلاستيك موديل وأصبح دول اللي هو المسرولي الفيتشر أو البيهيفيور كاركترستيك الخاصة بالإياه بالموديل زي بتاعتي وده بيديني الربريزنتيشن مضبوط للطربة زي السيلت والإياه والكلية فالموديفايد مور كولوم دلوقتي أصبح أنه بيعمل لي السيميوليشن لإثنين من الستيفنس الستيفنس والكمبنيش عن ما بينهم أو الدبل استيفنس بياخد لي في الاعتبار الشيء الفيلير والكومبريسيف ييلد فبالتالي الفيلير عندي ما عادش بيحصل من الشير بس بياخد في الاعتبار الكمبريسيف ييلدين وده هيظهر في زي ما هنتكلم عن الموديل بعد كده لأن لو نفتكر من العيوب الخاصة بالمور كولوم إن عندي إن الزاوية دي بتكون أو العبارة عن أو العلاقة بينه علاقة خطية فبالتالي بلاحظ إن دائما بيحصل لي دوفورميشن مع الإيه كل ما يحصل لي شير وده ما يبقاش كلام مظبوط لإن لما بيحصل عندي كومبريسن ممكن يحصل عندي كومبريسن فيلير وبالتالي لازم يكون عندي علاقة تلمت العلاقة الخطية اللي إناتكلمنا عنها في المور كولوم وده اللي هنتكلم عنه في المحاضرة النهاردة فبالتالي ملخص الكلام اللي إناتكلمنا عنه عن أهمية الموديفايد مور كولوم إن هو بدأ ياخد لي الاتجاه الخاص بأن التربة بتاعتي أو الماتيريال بتاعتي في مرحلة الإلاستيك هو عبارة عن نون لينير إلاستيك وربطها بالجزء البلاستيك بالإلاستو بلاستيك فهو ربط الكيرف الثاني والثالث في العلاقة بتاعتي وده بيوضح لأهم إذا أنا ملخص دلوقتي الكيرفات اللي هتستخدم في المتيريا المودل زي ما أنا شايف ففي البداية كان اللينير في المودل اللينير واللينير إلاستيك في المور كولوم ودلوقتي الربطنا بين النون لينير إلاستيك واللستو بلاستيك في المور كولوم وعرفنا طبعا دلوقتي إن البيهيفيور ده بيكون بأكد إنه بيكون مناسب للتربة السيلت والإيه والسند تمام بعد كده المودفايد مور كولوم برضو بيعمل لي الربزنتيشن لحاكتين دي الشير فاليير والكمبريشن فاليير عشان يحدد لي قيمة الشير اللي هي كانت مستمرة بشكل ما لنهاية فمع زيادة قيمة الإبصاي فبالتالي بيزيد الإيه الكيرف بتاعي ماليوش لنهاية وده قلنا أحد العيوب اللي كانت موجودة في المحاضرة أو في الجزء الخاص بالموديل مور كولوم وبالتالي يوجد عندي كيرف جديد بيحدد لي العلاقة دي وخاص بالكومبريسيف إيه سترينز لو جيت من أنا أعرف الموديل الخاص بالموديفايد مور كولوم حلاقيه بيطلب مني برامتر كثيرة جدا أول حاجة بيطلب مني السيكنت ستيفنس في اختبار التراي أكسيال أو الموديلس الفلسطيستي عند خمسين في المية من اللود هنعرف ازاي بتحيزب دلوقتي تيجي من اختبار التراي أكسيال فبالتالي زي ما احنا شايفين من أول نقطة هنا بلاحظ ان الموديل الخاص بمور كولوم هو عبارة عن و بالتالي بيتطلب برامتر كثيرة وده بيوضح لي اللي سترينز الخاصة بالمور كولوم ان البرامترز بتاعته مش بتتطلب داتا كثير فبالتالي هنا بيزهر اللي سترينز والدفولز الخاصة بالمور كولوم في نفس الوقت مع صعوبة ازاي ان انا امثل موديل زي موديفايد مور كولوم فبالتالي بيطلب عندي اول حاجة السيكنت ستيفنس اللي هو اللي هو الموديلس الفلسطيستي عند خمسين في المية في اختبار التراي أكسيال وبعد كده بيطلب لي هنا يعني هو بيطلب اول حاجة تلاتة موديلس الفلسطيستي اول موديلس الفلسطيستي ده عند خمسين في المية وبعد كده بيطلب الموديلس الفلسطيستي من تجربة الاودومتر سنشوف الكلام ده دلوقتي بيمثيره ازاي على الكيرب وبعد كده بيطلب الموديلس الفلسطيستي في حالة الايه الانلودينجي هو دلوقتي بيطلب مني تلاتة ايه تلاتة قيم للموديلس الفلسطيستي اول قيمة هي عبارة عن قيمة الموديلس الفلسطيستي عند خمسين في المية من تجربة من الحامل اللي فيه التراي أكسيال اللي هي A50 وبعد كده عندي بيطلب مني T-Tangential Stiffness في تجربة الإودومتر تاست زي ما تكلمنا عليها في المحاضرة الثانية برضو وبيطلب عندي قيمة الموديلس في حالة A-Unloading بعد كده بيطلب مني حاجة اسمها هيتكلم عن البرامترا سدي كلها دلوقتي وعن الرفرنس بريشر وعن الباور استرس هنعرف ازاي نحسابهم وايه اهمية البروستي وايه هي الكي ان سي وهنعرف القيم بتاعت النان لينيار زي الفريكشن انجل والالتميت ديلانسي انجل وقيمة الكوهيجن وبعد كده الجزء الخاص بيه الكاب وهنعرف الكاب وايه هي الكاب دي وايه الاهمية بتاعتها وازاي انا اعرف البرامترا بتاعتها وازاي انا اكونسيدر الاوتو كالكوليشن للبرامترز الخاصة بالموديل اول حاجة هنتكلم عنها النان لينيار الاستيك موديل الخاص بيه بالموديفايد مور كولوم عارفين ان الموديفايد مور كولوم هو عبارة عن الاستيك ريجون بيعرفها على انها نان لينيار بمعنى ان انا بيحصل عندي ان انا ما بيحمل فبلاقي ان السترين بتاعي بيزيد بس مش على علاقة خطية لكن بتكون على شكل نان لينيار او او بشكل منحنى بس في نفس الوقت ان انا لما ابدأ شيء الحمل فبلاقي ان الحمل بيرجع على نفس الكيرف برضه واللي بيحكم العلاقة دي حاجة اسمها الباور لو وده زي ما احنا شايفين قيمة الام لو رجعت تاني للشكل فحلاقي ان قيمة الام عندي ممكن انها تكون ايه في بعض الحالات بتكون في بعض الموديلز القيمة الام دي بتكون مطلوبة لكن عندي البرنامج بيكونسدر القيمة دي باي ديفولت فبالتالي بنستخدمها في ان احنا نحسب الالاستيك فيليوماتريك استريس ريليشن شاب ان هو بيستخدم لي العلاقة اللي انا شايفها قدامي دي الكي دي علاقة بتحكم الكمبريسابيليتي و الام زي ما قلنا انها عبارة عن وقيمته بتساوي تقريبا نص للسند فهي قيمته تتغير من صفر الايه للواحد فهذا علاقة بتحكم لي الاتي بتحكم لي قيمة الايه بيوميتريك استريس ريليشن شاب بتاعتي العلاقة بتاعتي في حالة الانان لينير الاستيك ممكن اما ان تكون عبارة عن بريشر و اما ان تكون عبارة عن ايه تانيشن ففي حالة الكمبريشن فالكونستيوتو في موضل بتاعي بيبدأ استخدم العلاقة دي و زي ما قلنا ان قيمة هي عبارة عن او معامل الانضغاط و قيمة هي عبارة عن او الضغط الرأسي بتاعي و قيمة الام هي زي ما قلنا ان هي الراشنال نمبر فهو اللي بيحكم لي القيمة الام هي اللي بتحكم لي كمية الانضغاط اللي عندي في التربة بتاعتي عندنا برضو معادلة خاصة بالتنسايل بريشر و بيقول لي هنا ان التنسايل بريشر ده احنا عارفين ان ان فيش تنسايل بريشر في التربة ان بيكون قيمتها بتساوي صفر لكن قالك هنا ان التنسايل استرس في الموقع ممكن احنا نفرده صفر لكن على رغم من كده ان الاناليسيز انها بتاخدو قيمة مش بتساوي الصفر فبالتالي عشان كده ما باجي اعمل اناليسيز احنا ممكن الاقي قيمة سالبة او بقيمة تنشا موجودة على سطح الايه التربة بتاعتي على الرغم ان انا ما عنديش اي ايه حملة فالبرنامج بدأ ان هو يستخدم فهو هنا البرنامج في حالة ما اجي بافرد ان قيمة التنسايل استرس في الموقع بتساوي صفر البرنامج بيبدأ ان هو ياخد قيمة اعتمادا على قيم الموقع بتاعي او بتاعتي هنا بقى ابدأ ان انا التغير في العلاقة بتاعتي لو انا رجعت افتكرت من قيمة من الموديل الخاص بمور كولوم كنت حلاقي ان العلاقة عبارة عن يلد سيرفس بتاعي او الخط اللي بيحدد لي حدود الالستيستي كان عبارة عن خط بالشكل ده وكنا شايفين ان الخط ده بيمثلي الانهيار بتاعي الخط ده كنا بتلاحظ انها علاقة خطية وبتكون ممتدة لايه على طول لكن فده بيمثلي القيمة الخاصة بالشير فلير لكن ده معناه ان انا كلما سبب ضغط رأسي هيحصل ان قيمة الشير ايه بتزيد لكن انا مش واخد بالي ان انا عندي حاجة اسمها ان الاليمنت بتاعي او الماتيري اللي بتاعتي ممكن تنهار في الايه الكمبريشن وبالتالي كان عندي لازم حاجة تعملي المتشن للخط فهي عبارة عن الكاب ده هي ده اللي بتعملي المتشن لقيمة الشير فلير وبالتالي دلوقتي اصبح الموديفايد مور كولوم بيكونسيدر دابل هارنين موديل واحد فلير جاء بيجي من الشير فلير والتاني من الكومبريسيف فلير والاثنين ما لهمش علاقة ببعض فبالتالي بيبدأ يتحسب ان الاثنين كل واحد منهم بيتحسب من المعادلات الخاصة فألاحظ ان المعادلة الاولانية بتحسب لي الشير يلد او الجزء الخاص بالخط تاني حاجة الكمبريشن فلير اللي هو بيكون عبارة عن شكل دائري او اليبس او زي ما انا شايف كده ولاحظ ان قيمة الالفا هنا هي اللي بتحكم لي الحدود الخاصة بي الايه؟ بي الكاب دي هل هي انها هتكون محدبة او مقاعرة او يعني قيمة ده حيما انها تكون كبيرة واما انها تكون ايه؟ صغيرة فقيمة الالفا اللي دي عبارة عن معدد من الضغوط وده زاوية فبالتالي قيمة الالفا ده معامل هو اللي بيحكم لي الايه؟ القيمة دي بعد كده الفلو رول عندي دي بس الحزابات الخاصة بالموديل بتاعتي فعشان نقدر نحسب فبرضو هنا بيبدأ يعملها اكسبريشن بيبدأ انه يقسمها لجزئين جزء خاص بيه برضو بيه الكمبريشن وجزء خاص بيه بيه قصد بالشير فالجزء خاص بيه الكمبريشن فالجزء خاص بيه وفي حالة الشير فالجزء بيعتمد الانهيار عندي على قيمة الالفا وهنا بردو نلاحظ ان قيمة الالفا اللي هي بتحدد لي الكيرف بتاعي قيمة الديلنسي انجل ايب ساي بتنعبر عنها بقيمة الفريكشن انجل وممكن نحسبها من المعادلة بتاعتي اللي هي ساين ايب ساي بتساوي ساين فاي ساين سي في على واحد في ساين فاي في ساين بي سي في بحيث قالك ان قيمة الساين سي في دي الفريكشن انجل لما بيكون عندي التغير الحجمي او الفوليوم بيكون ايه ثابت لو انا عندي التغير الحجمي بيكون ايه ثابت زي مثلا في تجربة التراي اكسل لو هنفتكر لان احنا كان عندنا نوعين consolidated undrained فبالتالي الضغط في اي تغير في الحجم بتاعي فبالتالي هي دي قيمة الايه الفاي بتاعتي تمام بعد كده بنتكلم عن الهاردنينج او الهاردنينج بهايفور بتاعي السلوك الهاردنينج فبالتالي عندي نفس القصة جزء خاص بي الشير وجزء خاص بي الهاردنينج ويقالك ان الجزء بيقول ان الجزء الخاص بي الهاردنينج بهايفور بيتم التعبير عنه بي ايه الهاردنج كما احنا شايفين وقيمة نحسب قيمة ويقيمة الهاردنج كاب هاردنج برامتر فانا بيعرف فبالتالي من خلال المعدلتين دول بقدر احسب الهاردنج بيهيفيور وده بيظهر عندي وانا بيعرف الموديل بتاعي لو انا رجعت افتكر في الشاشة فابدأ الاحظ ان انا بابدأ اعرف الكاب وعرف الهاردنج برامتر بتاعتي ولكن هنا هنا في اوبشن ان الموديل بتاعي بيبدأ ان هو يحسبهم لي لانا لازم اضيف زي ما قلنا ان انا لازم اضيف هنا قيمة الاو سي اار عشان ان انا بحسب احسب منها او هكونسيدر الايه البري كونسوليديشن ايه بريشور بتاعي هستخدمها اعتمالا على الاوفر بيردن و بريشور اقدرت انا احسب الايه البي سي باستخدام الاو سي اار تمام فمش مطالب ايه او انت مش مطلوب ان انت تعرف كل المعادلات دي او تعرف الحسابات بتكون ماشية ازاي اهم حاجة تبقى عارف ايه البرامتر اللي بتأثر عندي في الحسابات وايه اهمية الموديل وازاي ان انا عندي في مور كولوم وبالتاليonde انا ابدأ ان انا اتفادئ الليميتشن بتاعتي بان انا اعرف موديل ادفانستزاي الموديفايد مور كولوم وايه البرامتر المطلوبة وازاي ان انا اعرفه وايه الكوروليشن ايه بتاعتك فدلي احنا مفترض ان اعرفه وعرفنا ان ال موديل عندي او اي موديل عندي بتم تعرفه من خلال عدد من المعادلات معادلة الييلدسيرفز معادلة الفلورول ومعادلت الخاصة به الحردينج هنتكلم دلوقتي عن وقلنا ان الموديل بتاعي فيه 3 الاصيستي موديلس اول واحد اللي بيجي عند من تجربة التراي اكسيال والتاني من تجربة والتالت اللي بيجيب من تجربة من تجربة والاخير وهو عبارة عن في حالة فبيقول لي هنا او البرينامج بدأ يسجست ايه القيم بتاعتي لو انا بصيت للكرب بتاعي هنا هلاحظ ان عندي هنا الخط الخاص بالفيلير فبقيس عندي قيمة اللوت بتاعي بقى اجي عندي 50% واخد خط ويبقى الميل بتاعه بيمسيلي وعندي هنا هو الميل بيجي من تجربة الادومتر والأي انلودينج الريلودينج فقال لي هنا برنامج بيسجست قيم بمقدار ثلاثة ثلاثة في قيمة للستيفنس للستاندر درين تراي اكسيال تست يبقى انا عارف ان انا بجيب قيمة اي ففتي من الستاندر تراي اكسيال تست بدرب قيمة اي ففتي في ثلاثة فبالتالي اقدر ان انا احسب قيمة اي المدرس الفيلسطيستي في حالة الانرودينج الريلودينج بيقولي هنا برضو بيقولي هنا ان انا بنضرب الحالة دي ثلاثة في حالة ما بتكون التربة بتاعتي عبارة عن انما في حالة التربة الخاصة بالسوفت اعتمادا على العلاقة ما بين الكمبريشن والسويلينج اندكس فبالتالي قيمة الانرودينج عندي بتكون تقريبا في حدود عشر مرات قيمة نتيجة الامبروفمونت الكبير اللي بيحصل في التربة بتاعتين نتيجة الانرودينج بعد كده هنتكلم عن الفيليل ريشيو هنعرف لو احنا فاكرين ايه الفيليل ريشيو ده كان حاجة برضو انطر ان اعرف عندي هنا ده رابح حاجة لازم اعرف في النان لينيار برامترز بتاعتي ايه هي بقى الفيليل ريشيو هبقولي اول ما بيحصل عندي ديفياتوريك سترس اللي هو قيمة الكيو اللي هو عبارة عن السجما واحد مينس الحمل الجانبي ديفياتوريك سترس انما عندي المين سترس هو عبارة عن سجما واحد زي سجما اثنين زي سجما ثلاثة على ثلاثة اللي هو متواصل الضغوط بتاعتي فبالتالي بيقولي لما بتوصل القيمة دي لالالتمت فاليو بتاعتها بيبدأ يحصل عندي بلاستيك البلاستيك يبدأ بيحصل بيبدأ يحصل لي ديفورميشن بلاستيك فبالتالي القيمة دي هي اللي بتحدد لي النسبة ما بين الألتمت وي الكوانتتي في الديفياتوريك A سترس بتاعتي ومعروف ان القيمة بتاعتها بتكون اقل من واحد فاحنا في الغالب من اللي بناخد ها تسعة من عشر ايه بقى الريفرنس بريشر قال الريفرنس بريشر هو عبارة عن الريفرنس اللي احنا بنستخدمه في تجربة التراي في تراي اكسي التست بيتم تحديده من علاقة ال non-linear elastic curve وهو بيمثل اصلا هو عبارة عن الضغط الجانبي الضغط الجانبي في منتصف الطبقة اللي احنا بنحصل عندها ال OCR بتاعتي فهو بيمثل الريفرنس بريشر ده وبيمثل الضغط الجانبي في الطبقة اللي انا بحسب عندها او اللي انا بحسب عندها وده بتعتمد على قيمة ال OCR بتاعتي لو انا رجعت هلاقي ان قيمة المعادلات اللي احنا شفناها هلاقي ان قيمة الريفرنس بريشر ده احد البرامتر اللي اللي تدخل في ايه في المعادلات فانا بحسب هالو بعد كده بقى بتكلم عن حاجة اسمها ال power low non-linear elastic model coefficient ال power low non-linear elastic coefficient لو انا اتباعي هنا هو عبارة هنا ارجع تاني ايه هو المعامل ده بيقول بقى ان المعامل ده هو عبارة في حالة قيمة الاعتمادية بتاعت التربة على A soil stiffness لو احنا رجعنا ل الموضل ال linear لما كنا بنتكلم عنه كنا هنجد ان في معامل اسمه M هو عبارة عن A power low وده اللي بيحكم لي المعادلات الخاصة بال stiffness او الشير stiffness وال compression stiffness لو رجعت للمعادلات اول حاجة خالص تكلمنا عنها هنجد ان معامل اسمه M هو اللي بيحكم لي compression stiffness آسف هنا compression stiffness فاحنا لازم نعرف له قلنا هنا ان قيمة M تحدد قيمة A اعتمادا على قيمة A confining pressure فبقول لي في relation بتاعتي احنا عرفنا اهميت وإيه وقال لك ان قيمة بتاعته تتغير من نص لغاية واحد امتى باخدها نص في حالة طربة ما بتكون send أو over consolidated clay انما في حالة الطربة ما بتكون عندي soft clay باخد قيمة M دي ايه بواحد تمام طيب ايه بقى قيمة K N C قيمة K N C دي هي عبارة عن نسبة من قيمة K ايه هي قيمة K أصلا قيمة K ديت هي عبارة عن الضغط الجانبي للتربة وعشان نقدر نحدد القيمة دي فطبعا عارفين ان قيمة هو يعرف لقيمة الضغط الجانبي بمسميها هنا بال K N C وعرف ان K N C دي بتعبارة عن K والK دي كوفيشن الخاص بالضغط الجانبي وبالتالي هو عبارة بمعنى تاني هي عبارة عن الضغط الجانبي مقسوم على Vertical Stress اللي هو الضغط الرأسي وبتكون القيمة بتاعتها في معادلات كتيرة لحساب قيمة Coefficient of Earth Pressure في حالة السبات قيمته بتتغير من 1 في حالة التربة ما بتكون cohesive soil وإنما في حالة لما تكون التربة آسف في حالة التربة ما تكون cohesive للsoil يعني تربة زي sand والgravel ففي التالي عندي قيمة ل في الحالة دي بقدر ان انا اعرف قيمة A القيمة K بتاعتي في حالة التربة بتكون clear ففي معادلات خاصة بالsoft soil ممكن اواريكم عدد كبير من المعادلات في نهاية الconostitutive model هبدأ ان انا قريك ان في اكتر من 20 25 طريقة احصل احسب بهم قيمة A K بتاعتي فبالتالي في حالة التربة ما تكون clay بتقترب القيمة دي للواحد تقترب القيمة دي من A من الواحد ما ينفعش ان احنا طبعا اتكانت ب smaller than zero اكيد هيتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي تعتبر احد الحاجات اللي بتغلبت على المشاكل الخاصة بالmodified more column ولو فاكرين كان احد مشاكلها ان عندي بياخد لي ان العلاقة linear في حالة volumetric change مع A stream بتاعي فكان بيفترض في الحالة بتاعتي ان في حالة dense soil ان كان بيحصل عندي شوية compression في الاول وبعد كده مع زيادة التحميل الشير بتاعي فكان قيمة strain كانت بتزيد لمالا نهاية تمام ففي الحالة دي هي كانت احد المشاكل الخاصة بالmodified بالمودل الخاص ب more column فبالتالي بدأ عشان يستطيع يتحكم في الموضوع ده فبدأ يتم التحكم فيه عن طريق قيمة البروستي طب ايه البروستي البروستي هي عبارة عن نسبة الحجم نسبة الفراغات مقسومة على الحجم الكلي للطربة بتاعتي وعندي وعندي نسبة الفراغات بتساوي هو عبارة عن حجم الفراغ مقسومة على حجم المادة الصلبة وبالتالي البروستي عبارة عن حجم الفراغ مقسومة على الحجم الكلي بتاعي بعد كده قلنا عشان ان هو يقدر يتحكم في قيمة البروستي يقدر يتحكم في قيمة الديلنسي انجل دي وبالتالي دلوات نحن نقدر نعرف قيمة القيمة بتاعتها بتكون من واحد او قيمة البروستي من تزيد عن واحد لكن قيمة البروستي طبعا زي ما عارفين ممكن تزيد عن ايه عن واحد البروستي هي عبارة عن حجم الفراغ مقسوم عن حجم الماتيريال كلها بالتالي القيمة بتاعتها اقل من واحد وفي العادي بناخد باليو لها بتساوي 6 من 10 لكن في حالة التربة ما بيبدأ يحصل لها شير ويبدأ يحصل لها dilating للماتيريال بتاعتي بتوصل لحالة من critical density وعشان ان اقدر ان مستمر لما لنهاية اللي كان يمثل لأحد العيوب الخاص بالموديل الخاص بمور كولوم بدأ يقول ان احد العيوب بتاعتي فبالتالي اقدر ان اتحكم بحاجة اسمها dilating cut off باستخدام قيمة القيمة اللي بيحصل عندها اقصى بروستي او اقصى مسامية امام فدي اقصى قيمة للمسامية بتاعتي وايه اقصى قيمة للمسامية بتاعتي هي الواحد ان تكون المادة كلها فيها فراغات صح فيبدأ ان فراغات تزيد لحد ما توصل ان تكون بتساوي حجم الماتيريال بتاعتي وده بيوضح لي اهمية موديفايد مور كولوم ازاي تغلب على المشكلة الخاصة بمور كولوم هبالتالي اقصى قيمة لقيمة البروستي عارفين انها اقصى قيمة ممكن توصل لها واحد وده امر مستحيل لان ده معناها ان حجم الفراغات اللي هيكون موجودة في الماتيريا بتاعتي بيساوي حجم الماتيريا كلها يعني الماتيريا كلها اصباح فراغ وده شيء مش منطقي بالتالي انا بقدر اتحكم في اقصى قيمة للبروستي بتاعتي وتقريبا بناخد 6 من 10 7 من 10 اللي هي تكون قيمة البروستي وبالتالي هي دي نعمل حاجة اسمها ديلانسي كاتوف فيبدأ يقول لي ان ديلانسي عند الجزء ده وقال لك بقى في حالة ان التربة بدأ يحصل لها او معرضة لشير هاردنينج فيبدأ البرنامج بتاعي يعمل لقيمة ديلانسي انجل ثاني بالتالي دلوقتي عرفنا حاجة مهمة جدا النهارده وهي ازاي ننكلود البروستي وازاي تغلبنا على قيمة على المشكلة اللي شفنا في المور كله بعد كده هنتكلم عن حتة مهمة جدا وهي الجزء الخاص بال الكاب بتاعي ازاي وإي اهميته احنا اتفاقنا برضو ان الفيليار مستمر لنهاية كل ما يحصل عندي فبالتالي المتيريال بتاعتي بتقدر تستوعب شير لمالا نهاية وده كلام مش منطق لان الفيليار عندي ممكن يحصل اما من الشير اما يحصل من المتيريال بتاعتي تنهار تحت الحمل اللي انا محملها به تمام فبالتالي لازم كان يبقى عندي لالعلاقة دي فبنعرفها بحاجة اسمها الكاب او او كومبريشن ايه هارنين فبيقول لك ده ممكن يحصل في حالة ما يكون عندي اكسيسف كومبريشن فورس على السطح بتاعي فبالتالي بيبدأ يحصل عندي تغير في المور كولوم موديل بيبدأ يحصل في مشاكل لان دلوقت هو تجاوز النقطة الخاصة بال زي ما قلنا عندي المتيريا الماشية مفيهاش اي مشكلة خالص وده الكلام ده مش منطقي فبالتالي ان احنا نقدر ان احنا نحزف الجزء اللي فوق ده ونوقف المتيريا البتاعتي هنا فده عن طريق ان انا اعمل باستخدام الكاب ولو فاكرين ان انا كان عندي قيمة للالفا قبل كده هي القيمة اللي كانت بتحكم لي هنا هي عبارة عن بي سي ايه هي البي سي اللي هي البي كونسوليدات بريشير مقسوم على قيمة الالفا فبالتالي عرفنا ان قيمة الالفا هي قيمة بتحدد لي ايه او بتعرف لي الحالة بتاعة التربة باستخدام قيمة الا باستخدام الا أو أو عشان نقدر احدد القيم دي كلها فهنا بدأ يتكلم لي عن اهمية ايه هي ال OCR فقلنا ال OCR على PC بحيث ان يطلع لي قيمة ال pre over burden A pressure بيقول ان البرنامج عندي لو رجعنا هنا تاني حتى يطلب مني الجزء الخاص ب الكاب بيقول لي عرف لي حاجة اسمها OCR اللي هي Over Consolidated Pressure فبالتالي ايه هي OCR اهم حاجة لازم نبقى عارفين ان الطول الخاص ب yield surface بتاعي ده بيعبر لي عن ايه او horizontal measurement او الطول الافقي الخاص ب yield surface في modified more column بيمثلي عبارة عن قيمة pre-consolidation stress لو رجعت تاني الالعلاقة فببدأ لاحظ ان delta b هي ده فرق الحمل بتاعي وهنا عبارة عن b ناقص delta b فبالتالي من اول النقطة دي عشان لو انا عند النقطة دي اقدر ان احدد النقطة بتاعتي دي اقدر ان احدد النقطة دي بمنتهى السهولة فهي عبارة عن b c ناقص a delta b فبالتالي في factor هو اللي بيحدد لي القيمة بتاعتي دي اللي التحدب الخاص ب الكيرف بتاعي وهي قيمة a alpha فهي اللي بتحدد لي هل الخط بتاعي step ولا لأ وطبعا ان انا ادخل القيم دي بشكل manual او ان انا اصيب البرنامج يحسب هالي فبالتالي عندي هنا لو انا رجعت لي البرامتر او ازاي البرامتر اللي انا مدخلها فبالتالي هو بيطلب مني قيمة OCR ومن خلال قيمة OCR هو بيبدأ ان هو يحسب ال cap shape factor اللي هو alpha او consider alpha و cap hardening a parameter بمنتهى سهولة فكل المطلوب منك ان انا تدين قيمة OCR A مظبوطة في دلوقتي احنا اتكلمنا عن المعادلات القاصة بالmodified more column بدأ نتكلم عن البرامتر زي كلها الخاصة بالmodel وهي ايه وازاي انا ادخلها والحدود بتاعتها دلوقتي ده ملخص لي المaterial بتاعي كله والاول المaterial اللي محتاج ان انا اعرفها هي حاجة اسمها A50 او secant stiffness في اختبار triaxial test عند 50% زي ما انا شفت ازاي قيمته بتساوي A اللي هي initial stiffness اللي هي 2 ناقص R F على A 2 لو رجعت تاني للcurve الخاص بتاعي هنا ده فهي عبارة دي قيمة ف باستخدام قيمة ممكن احسم قيمة من خلال العلاقة اللي هو من دهاني بعد كده عايز احسب قيمة في ف في الغالب بناخد ها في الحسابات بتاعتنا بتساوي و بتساوي اللي هو بتساوي تلاتة في قيمة و في حاجة لو كانت التربة عندي soft clay بس تخدم قيمة 10 لكن طبعا زي ما قلنا ان الموديل بتاعي هنا بيكون recommendable او نامك recommended في الثالب للسلت وال الثالب والسلت عرفنا لقيمة 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 عرفنا البرامتر البرامتر الاساسية عندي حاجة اسمها failure ratio وعرفنا ان قيمة failure ratio هي عبارة عن قيمة deviatoric stress مقسومة على الضغط وقيمة بتساوي 9 من 10 بتكون دائما يعني دي القيمة recommended وبيتكون اقل من ايه من واحد وبعد كده عرفنا reference pressure القيمة ركم عبارة عن الضغط الجانبي في تجربة triaxial test وفي منتصف الطبقة ونحن بناخد قيمة typical بتساوي كام 100 فبالتالي عرفت القيم دي عرفنا ان قيمة knc layer knode for normal consolidated وهي عرف دلوقتي القيم المختلفة لحساب knode وهي واحد نائس sin phi وتكون أقل من 1 وفي حالة phi بتساوي 0 هتلاقي ان القيمة دي بتساوي sin 0 1 تنس tensile strength cut off value زي ما قلنا ده في حالة tension cracks وطبعا لازم أن provide cut off عشان ان اتفادى error الخاصة في more column بالتالي بعرف قيمة initial void ratio وقيمة maximum void ratio اهم حاجة عندي قيمة maximum void ratio لان دي هي القيمة اللي من خلالها صار عندي maximum a dilancy ويبدأ ان هو يعمل cut off للكيف بتاعي القيم الخاصة بالكاب برامة الرازي عشان يحدد لي curve الخاص بالcompression stiffness بعرفه من خلال قيمة overconsolidated pressure او pre-overburdening pressure بحاجة من الاثنين في البرنامج يديك الابشا انك تختار انت تعرف بأي واحدة فيهم وعرفنا ان الطول yield surface على المحور الافقي يعبر عن قيمة bc او break consolidated pressure فممكن ان انت تكون consider القيمتين القيمة الخاصة بالocr وقيمة bc والبرنامج بيقول لك انه هو هيختار قيمة a bc هي اللي هيكون لها الاولوية في a الاستخدام وبعد كده انت عندك قيمة alpha دي بيعتمد على حسب على قيمة lateral earth pressure coefficient lateral earth coefficient اعتمادا على القيمة بتاعته يحسب قيمة alpha في embedded equation في البرنامج built in equation هيحسب منها القيمة a الخاصة b alpha اللي هو a cap shape factor وعشان احسب beta بيحسب قيمة alpha و beta بيحسب ها من stifness modulus في odometer وطبعا احنا قريدي معرفين القيمتين قبل كده فبالتالي اقدر احسب قيمة alpha و beta بكل سهولة بالتالي دلواتي انا منتهى السهولة قدرت ان اعرف modified more column model وفهمت ايه البرامتر المختلفة بتاعته والمعادلات وازاي او ايه هي المعنى كل برامتر فيهم وايها هميته وازاي انا استخدمته بحيث ان انا اتغلب على المشاكل الخاصة به more column material model ودلواتي اتكلمنا عن الملخص بتاع المaterial دي كلها وايه البرامتر المهمة وازاي انا هدخلها والقيم typical بتاعتها فبالتالي ده يعتبر ملخص ل ايه الموديفايد more column دلواتي هوريك ازاي ان احنا ممكن ان احنا نحسب قيمة lateral airship pressure بطرق كتير جدا هنبص دلواتي بقى على القيم الخاصة بال a b atris airship pressure او k node وازاي ان انا اي طرق مختلفة اللي اعرف ها باستخدام قيمة angle of friction وباستخدام قيمة vertical elasticity والhorizontal elasticity والبوصون ratio وقيمة الميل الخاص بالطرب بالسطح بتاعي وقيمة ocr وقيمة ocr maximum من curve بتاعي ده قيمة ocr including اقدر احسب باستخدام البرامتر ده ممكن انت تحسب قيمة k node الاحظ ان انا عندي قيمة اني عدي عدد كبير من العلماء زي هاوي وورث و jack equation وعندي العدد من العلماء كتير وضعوا قيم k node في حالة الطربة بتاعتي اما تكون sun ف لو انا عندي قيمة احسب قيمة احسب قيمة k node اعتمادا على قيمة ocr من المعادلات دي فبالتالي دي المعادلات اللي احنا ممكن نلاقيها ان البرنامج بيستخدمها ان هو يحسب قيم انه يستخدم ان احنا نستخدم قيمة ocr فان احنا نحسب قيمة k node عندي هنا دي المعادلات اللي هو بيستخدمها بيعتمع على قيمة phi اللي angle of internal friction عشان يقدر يحسب قيمة k node ولو كان عندي ممكن انه يقدر يحسب كيمة k node من boston ratio من قيمة boston ratio وانا ممكن يحسب ها في حالة التربة لو كان عندي anisotropic clay خاصة بتاعتها مختلفة ولو كان عندي mail في التربة بتاعتي اقدر قيمة A ل k بتاعتي فبالتالي اهم حاجة انا شايف ان انا عندي عدد كبير من المعادلات ان انا ممكن استخدمها في حساب A لقيمة k node لكن اسهل طريقة عندي هي jaki equation 1-a sin phi في حالة التربة عندي لما تكون soft clay فبالتالي عندي عدد من المعادلات هنا اعتمادا على قيمة water content وقيمة liquid limit وقيمة plastic limit وقيمة OCR فبالتالي اعتمادا على قيم خاصة بالclay اقدر ان احسب قيمة ALK node في حالة soft clay وعندي normally consolidated soil تربة في حالة normally consolidated عندي معادلتين دول بوكر ومسرش سنة 1979 وعندي في حالة over consolidated clay ممكن استخدم A المعادلات دي طيب عندي correlation تانية من comb penetration test اعتمادا على قيمة QC وطبعا عندي الضغط الرأسي لول over burning pressure total and effective اقدر ان انا استخدمهم بحيث ان احسب قيمة A K node بالتالي ده يعتبر ملخص لكل معادلات K node لكل انواع التربة اللي نستخدم ديلانس Angle عرفنا ان انا عندي قيمة default ممكن احسب ها من قيمة default اللي هي عبارة عن angle of internal friction 30 طيب انا عايز اعرف قيمة ديلانس Angle اصلا بتعتمد على ايه لو انا شفت هلاحظ ان قيمة ديلانس Angle عندي بتعتمد على ship بتاعي هل ship بتاع الحوايبة بتاعتي كان عبارة عن شكل دائري او angler او شكل زاوي وعند بيعتمد على قيمة D10 اللي هي عبارة عن الكتر اللي بيسبب ل الكتر اللي لنسبة المار اكتر من 20% من تجربة save analysis اللي بيمرر لتربة من مقدرها 10% ويتمادا على قيمة CU اللي هو uniformity coefficient من تجربة save analysis الفاينز او نوع الفاينز اللي موجودة عندي في المaterials بتاعتي هل المaterials بتاعتي الفاينز دي عبارة عن quartiles ولا ميكا ولا اي اذر اي نوع تاني مختلف من المaterials فاعتمادا على الخمس برامتر الاساسيين زي ما قلنا shape وقيمة وresults خاصة من save analysis اللي هي D10 و uniformity coefficient وقيمة relative density ونوع الفاينز دولة اقدر احسب البرامتر ف1 وف2 وف3 وف5 وعندي قيمة المين principle stress قيمة M اللي هي عبارة عن sigma1 زي sigma2 زي sigma3 على 3 اهتمدا على القيمة دي اقدر ان احسب قيمة A phi cv لو نفتكر احنا ايه هي هي عبارة عن قيمة angle of internal friction في تجربة triaxial test في حالة A compression وممكن احسب قيمة phi tc هي عبارة عن angle of internal friction في اختبار triaxial test بس في حالة A tension لو كان اختبار tension بعد كده احسب قيمة A psi بتاعتي بمنتهى A السهولة فدي المعادلات اللي بيعمل لاس الجسم في كتاب كلهاوي معتمدا على الحل بتاعي ده اقدر ان احسب ان ده معادلات من كتاب كلهاوي انا اتكلمنا عن عدد معادلات بتاعتي المرة اللي قابل اللي فاتت لما كنا بنلخص A material بتاعتي فاتما على المعادلات دي تقدر انت تحسب قيمة ادق لي لو انت عندك معلومات كافية لل dilation angle نرجع تاني للمحاضرة بتاعتنا او ال presentation بتاعتي هبدأ اتكلم بقى في المسألة اللي انا هتكلم عنها النهاردة ففي المسألة هتكلم عنها النهاردة هتماشي بخطوات اساسية او مرحلة ان انا هعمل الجيومتري بتاعي سواء كان عن طريق ان انا حرسم وعلى كده اعمل extrode و divide وهنستخدم الاوامر اللي قدام لي surface والسولد والسولد والإمبرنت وهنستخدم ازي انا اعمل autoconnect ما بين ال elements و بعضها هنشوف الكلام ده كله بحيث ان ماجي اعمل المشنج عارف ان كل elements بتاعتي مسكف بعضها هدي كده هعمل 3D مشنج وهتكلم عن ازي انا اعمل extract مفترض ان انا مرة extract مفترض ان 1D element هنتكلم عن 2D النهارده وهنتكلم ازي انا اعمل mishin 1D لل wheeling والanchor والstruts ازي ما هنشوف دلوقتي المسألة بتاعتي وبعد كده هنتكلم عن ازي انا اعمل interface في حالة 2D وال 1D تاني وهنتكلم بعد كده ازي انا اعرف اللوتز بتاعتي ثواء كان self-weight او breast-stressed النهارده وبعد كده هنستخدم boundary condition ونعمل construction stages بتاعتنا ونرن الاناليز بتاعه المسألة بتاعتنا النهارده هي عبارة عن excavation cut زي ما انا شايف قدامي excavation cut ده عبارة عندي 3 طبقات من التربة الطبقة الاولانية التالت التانية التالتة عندي عمق التربة التالت طبقات دول هيكون 22 متر وعندي excavation هنا هيكون عمق 10 متر ومفترض ان انا اسبته باستخدام sheet pile هشوف الخواص بتاعته اول ما نجي نعرق في material وعندي هيبقى عندي نظام من send عبارة عن 4 مستويات المستويين اللي فوق عبارة عن struts طبعا الاربع مستويات هيكون عندي طبعا عندي زي ما قلت هيبقى عندي 4 مستويات من الويلينج اول مستوى هيكون عندي الحفرة عبارة عن 10 متر هنحفر على 5 مراحل 2 متر 2 متر 2 متر كل ما احفر عمقه معين هبدأ ان انا اسند الحفر بتاعي بسيستم من الويلينج الفكرة اللي هتختلف من مستوى يعني طبعا اول هحفر اول 2 متر بعد كده احط المستوى الاول من الويلينج وال struts بتاعي بعد كده احفر 2 متر ثاني احط المستوى التاني من الويلينج وال struts احفر المستوى التالت احط السيستم بتاعي من الويلينج بس المراضي مش هيبقى struts هيبقى عبارة عن anchor وفي احفر المستوى الرابع وحط المستوى الرابع من الويلينج وال anchor وفي احفر المستوى A الخامس بحيث أن أنا أوصل لعمق حفر 10 متر يبقى مفترض أن أنا أفاهم الـ Construction Stages بتاعتي اللي هو أنا عندي مستوى الأرض الطبيعية خلاص هبدأ أن أنا أحفر عندي عمق حفر مفترض هيكون 10 متر وأبعاد الحفر بتاعتي عبارة عن 20 متر في 10 متر وعمق حفر قدره 10 متر هحفر على خمس مستويات أول مستوى هحفر 2 متر وأعمل المستوى الأولاني من الـ Wailing Way Illustrat مستوى الثاني بعد كده أحفر 2 متر وهكذا أعمل المستوى الثاني من الـ Wailing Way Illustrat وبعد كده مستوى الثالث من الـ Wailing Way Anchor والمستوى الرابع من الـ Wailing Way A المستوى الأخير من الـ Anchor وبعد كده أحفر للمستوى الأخير لأن أنا أوصل لعمق حفر مقدار وـ A 10 متر الكلام طبعاً بنبدأ في الحفر بعد ما أكون عملت الـ A أو أعمل كريات لـ A للـ ShadeBuy البتاعي تمامي بنا دلوقتي كده عرفت الـ A الـ Construction Stages بتاعتي طيب هتقولي دلوقتي فيه سؤال مهم جداً أنا عندي الـ Wailing بتاعتي أو الـ Strats بتاعتي الطول بتاعها هيبقى عبارة عن 10 متر هيكون طويل جداً فبالتالي لازم أعمل Support لها في النص فبالتالي هعمل كاميرا عرضية بحيث أنها تقسم لي المستوى بتاعي الخاص بـ Illustrat وهعمل عدد من الخوازيق أربع خوازيق يقسم لي المسافة اللي هي العشرين متر دي يعني إن أنا هعمل الـ Strats بتاعتي في الاتجاه العرضي يعني لو أنا شايف المثالة بتاعتي أنا عندي هنا أدي الـ SheetBuy وهعمل الـ Strats بتاعي في الاتجاه العشرة متر فهعمل عدد من الإستوى الطات زي ما هنشوف كمان شوية هيتوزعه زي بس بعد كده هعمل كاميرا في الاتجاه الطويل وبعد كده أعمل ارتكاز ليهم على خوازين بحيث أنها يقليل الـ Spam بتاعي فبالتالي هو ده هيكون الـ Structure System بتاعي عبارة عن سيستم من الـ SheetBuy اللي مسنود بـ 4 Stages من الـ Willing والـ Struts والـ Anchor والـ Struts بتاعتي هتكون supported على الـ Biles بتاعتي فهو ده الـ Structure System بتاعي لو جيت أبص هنا هشوف أن أنا عندي المستوى الأولاني هنا من الحفر بتاعي وعندي المستوى الثاني هنا من الحفر عندي وأدي المستوى الثالث وأدي المستوى الرابع وعندي هنا العمق الخاص بالـ A بالـ Excavation اللي هو هيكون الطول الخاص بالـ A بالـ SheetBuy بتاعي وعندي هو ده الـ Plan فبالتالي ده الأبعاد الخاصة به الـ Anchor الـ Anchor عندي هيكون طوله 10 متر هيتقسم لـ 5 متر و 5 متر خمسة متر فيهم الـ Pre-Tension Force والـ 5 متر الثانيين هم اللي هيكون فيهم الـ Iحتكاك ما بين التربة وما بين الـ Anchor بتاعي زي ما هنشوف الكلام ده كله بالتفصيل دلوقتي يبقى ده عبارة عن بعاد الحفر بتاعي 20 متر في 10 متر وأدي نظام الـ Anchor بداعي هيبقى متقسم لجزئين الجزء الأولاني ده طوله 10 متر على زاوية ميل مقدرها 60 درجة زاوية الميل بتاعي الـ Anchor بتاعي تتبقى عبارة عن 60 درجة من الرأسي فبالتالي طول بتاعي الـ Anchor بتاعي عبارة عن 10 متر مفترض كده بمسألة مفترض انها تكون مضحة يا شباب يبقى ثاني عبارة عن عندي 10 متر من الحفر عبارة عن 4 أو 5 مستويات وعندي 4 أربع مراحل من الـ Stratway الـ Wheeling و الـ Stratway وعندي هنا الخوازيق اللي هتشلل الحفر بتاعي تمام؟ بعد كده دي الماتيريال هنتكلم عنها أول ما نيجي فدلوقتي هنبدأ ان احنا ندخل على الموديل بتاعي وابدأ ان انا ارسم وابدأ ان انا ارسم شكل القطاع اللي هيدخل عندي في برنامج لتوكاد ففي البداية اتفقنا ان انا عندي عمق الحفر عبارة عن 10 متر وكان ارتفاع أو طول الشيت بايل هيكون عبارة عن 12 متر فبالتالي انا هرسم الآتي هرسم عبارة عن صندوق عندي الصندوق ده هتكون الابعاد بتاعته الـ Dimension بتاعته عبارة عن 10 متر في 12 متر يبقى 10 متر في 12 متر هو ده المفترض الجزء الخاص بتاعي اللي انا هشتغل عليه هعمله اكسي بلود عشان ان انا ابدأ اعرف المستويات الاساسية بتاعتي اول مستوى عندي اللي هو مستوى الحفر الاولاني هقول له افست على عمقي كام يا شباب 3 متر فبالتالي اول مرة انا هحفر 3 متر لماذا 3 متر؟ لان انا هحط المستويات بتاعتي على عمق 2 متر كل 2 متر فبالتالي انا هحفر اول مرة على عمق 3 متر بحيث ان انا ادي فرصة بعد الحفر ان انا قدر انفز المستوى بتاعي بعد كده هعمل افست على 2 متر كمان مرة 2 متر كده 5 متر كده 7 متر كده 9 متر بفضل لي مرة واحدة على عمق متر فبالتالي انا عندي اول مستوى من الحفر ثاني مستوى ثالث مستوى رابع مستوى خامس مستوى من الحفر وده عمق الشيت بايل بتاعي لحد كام يا شباب 12 متر تمام بعد كده هبدأ ان انا اعرف الكلام ده اعرف المستوى الاولاني بتاعي من السترات فيكون هنا بعد كده انا عايز اعرف الانكر بتاعي فالانكر عندي هو عبارة عن طوله 10 متر عبارة عن 5 متر و 5 متر بزاوية 60 درجة فارسم هنا عندي ادي كده 60 درجة ادي كده كده هرسم خمسة متر على زاوية واعمل له اقرر الخمسة متر دول تاني copy فبالتالي هو ده اقرر 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 من النقطة دي لحد اقرر النقطة دي اقرر ان انا احدد المستوى الحفر بتاعي واقول له نفس القيمة بحيث ان انا احدد مستوى الحفر بتاعي فبالتالي هقول له هنا copy اعمل لي copy للنقطة دي هنا وامل لي copy لها هنا فبالتالي هو ده المستويين الخاصين بال بالحفر بتاعي فبالتالي هعمل لهم mirror النحية التانية copy سهل بس على نفسي عملية اللي انا هرسمه في برنامج المايدز هعمل mirror mirror تمام فبالتالي حاجة واحدة بس ان انا ازاي اعرف الايه الخوازيق الخوازيق بتاعتي فالخوازيق بتاعتي كده كده احنا بننفذها من سطح الارض فحاجة هنا في المنتصف وبطول ايه sheet pile بتاعي طول اتناشر متر ويبقى هو ده اللي انا هبدأ منه في برنامج الايه شباب المايدز هاخده ctrl c تمام واملو ادت او نفتكر edit copy with base point ال base point التعتي هتكون النقطة دي اللي هتكون على سطح الارض افتح model t افتح صفحة ثانية ابدأ ان انا اعمل ctrl v وحطه هنا شباب في الصفر والصفر اروح هنا في الصفر والصفر علي الموديل بتاعي اعمل له هنا file save as file save as dxf اروح للمحاضرة بتاعتي محاضرة الخمسة وعمل لها save as اولو save اروح لبرنامج gts وعمل file import 3d مرادي انا عايز اعمل import 3d اولو هتلي file select الفايل بتاعي الفايل بتاعي هنجيبه من المحاضرة الخمسة الاحظ ان هو جاي هنا مش مضبوط مفترض كنت ابو zu d واجه الريق لكي يجري رأسي في انا ملاحظ ان هو جاي كده مضبوط مفترض كنت ابو zu d فبالتالي هو ده الموديل بتاعي مفترض ان انا بعد كده اعمل له ترانزليت عشر اعمل له هنا ترانزليت عشر متر بحيث ان انا قدر اعمل له اكسترود فاخد النقط دي كده وعمل لها ترانزليت فاي اتجاه زي ما انت حابب اصليا اذا كان موجب او سالب هقول له ترانزليت نائسة عشر هلاحظ انه هيجي هنا اقول له اوكي مانديش اي مشكلة هبدأ ان انا ارسم الفيسس بتاعتي ممكن انا اختار ريكتانجلر بمنتهى السهولة وارسم هنا ايه منساش ان انا اعمل ميك فيس وان انا ارسم الخط بتاعي ده بيمسل لي الايه الايلمنت بتاعتي اختار الفيس بتاعي عادي اعمل له ممكن ان انا اول حاجة اعمل له برضو نتعلم ازاي هنعمل اكسترود للاين لسيرفس فبالتالي هعمل اكسترود الاول هنا لسيرفس ده بمقدار الى 20 متر بتاعي ااسف احنا رسمنا هنا المكان ده اعلط فبالتالي ارجع هنا اختار امبل بولي لاين ومنساش ان انا اعمل ميك فيس منساش ان اختار انا دلوقتي اشغال في 3D فهيطلب مني 3 كوردنيت اختار ميك فيس اقول له اختاري النقطة دي اختاري النقطة دي اختاري النقطة دي والنقطة دي واختاري كمان الايه النقطة دي فبالتالي كده قدرت ان انا اعمل كريات للسيرفس بتاعي اعمل اكسترود اختار السيرفس بتاعي اختار الـ direction وعمل اكسترود كان دلوقتي اشباب 20 متر في الاتجاه الموجب الاحظ لو جيت ان انا اشوف السيرفس فاللاحظ انه مظبوط وقول له apply جميل ارجع تاني هنا اختار دلوقتي انا ما ايتش محتاج السيرفس ده في اي حاجة فانا ممكن اشيله بمنتهي السهولة تمام ارجع تاني هنا اقول له اختاري الـ lines بتاعتي اختار ممكن اخفز geometry اجي هنا في الخانة الخاصة بالـ model اقول له اخفي لي ده مش عايزه انا عايز اعمل دلوقتي اكسترود لـ lines دي مش دي الـ lines المفترض ان انا اعطى عندها الـ 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 بمسي بتاعتي عشان ان تمثلي الايه الـ stages بتاعت الحفر بتاعتي والـ stages الخاصة بـ الايه الـ الـ stages الخاصة بـ الـ stages الخاصة بـ الـ الويلينج فبالتالي هختار الاليمنت دي وقلو هنا سيلكت لو انا اخترت سيلكت انترسيكشن هنا فاقلو اختار لي دول واختار لي دول وقلو هنا بالشكل ده هعمل لي ليهم اكسترود بس في المرة دي هعمل اكسترود لي يا شباب لي سيرفس اجي اختار هنا من الخانة اللي عندي فاختار edge واختار لي خط ده والخط ده ممكن ارجح تاني لاتجاه ده واختار انا منفعل الامر اللي هو select at intersection وهي اختار دول كده وعمل 3d وعمل هنا اكسترود بمقدار كام هنقول 30 متر ازياد بشوية من الجيومتر بتاعي وهقول له هنا وريلي ما اخترتش ال direction فاختار ال direction ده واختار له فبالتالي هيبدأ ان هو يكريات السيرفس ده اقول له دلوقتي هنا ايه فبالتالي اقدرنا ان احنا نعمل create للسيرفس ده عشان ان انا اقدر ان انا اعمل divide للجيومتري بتاعي زي ما انا شايف انا عايز هنا اقطع الجيومتري ده عند الخطوط ده فبالتالي هعمل هنا divide للسولد بتاعي من امر divide اتكلمنا عنه في المحاضرة الاولانية انا عايز اقطع السيرفس بتاعي على الخط ده فمن الامر الخاص ب divide اختار اختار اه target بتاعي اللي هو السولد select اختار السيرفس بتاعتي ممكن انا اعمل كده مفيش اي مشكلة اقوله اختار لي دول واقوله هتترجع لي تاني هنا فاختار لي كل السيرفس بتاعتي النمى 14 وقل له هنا ايه عايز تدليت الارجين والدريت التول والكلام ده قل له مفيش مشكلة هم عمل لي ابلاي فابدأ يقول له ابلاي يبدأ لقيه مقطع لي السيرفس بتاعي او مقطع لي عندي هنا السوليز بتاعتي عند الاماكن اللي انا ايه عايزة تمام ايجي اظهر دلوقتي دلوقتي انا مثلت خلاص الشكل الخاص بي الاكسكافيشن طب انا عايز دلوقتي ارسم الحدود الخاصة بالتربة بتاعتي فبالتالي ممكن اعمل القاتي في الخانة دي ابدأ ان انا اعمل افست لي الشكل بتاعي خمسين متر او ستين متر بحيث ان انا اقدر ان انا ايه اكون الشكل الخاص بي التربة بتاعتي فاشوف فين امر افست هنا افست لي الكرفات بتاعتي اه بيقول لي اختار لي الا ايج بتاعي فانا اختار الا ايج ده تمام تاني تاني اختار الا ايج ده واختار الا ايج ده وستين اتج عن رغم ان انا عايز اربعة بس ليه لانه هو بيبدأ لما واجه اختار بالشكل ده بيبدأ اختار لك كل الخطوط اللي تحتها فما ينفعش هقول له دي سيلكت طب انا هعملي عشان اختار اللي فوق ارجع اختاره بواحدة واحدة لا برضو مش مضطر ان اعمل كده قلنا ده بدأنا ده ده الامر اللي بيخليني اختار اي خط عند الانترسكشن بتاعي لو خدت بالي من الامر اللي جنبه بيقول لي front selection only يعني لا اختار لي اللي في الفيو بتاعي بس لو رجعت لده وانا افعل الامر بتاع front selection only وخدت كده وخدت كده وخدت كده وخدت كده اسف ما فيش مشكلة حتى دول يعتبروا كفاية 3 اجز زولت هعمل له افست عندي وليكن خمسين متر اقول له apply الاسف اختار لي الاتجاه الغلط هنتعلم برضو طريقة مختلفة ان انا ازاي ان انا ممكن ارسم على برنامج الاتوكاد وان انا ارجع اجيها برضو تاني على برنامج الجي تي اس ان اكس فحاجي هنا على برنامج الاتوكاد وان ارجع هنا وارسم الحدود بتاعتي فهو هارسم ان انا عبارة عن مربع ابعاده وعبارة عن سبعين متر تمثلي حدود التربة بتاعتي سبعين متر في تمانين متر تمثلي الحد اللي في الاتجاه الطويل 80 متر مزبوط هاخد الاليمنت بتاعي ده copy برضو باسبوينت هاخده من النوطة دي نوطة المنتصف تمام واروح افتح فايل جديد وامل ctrl و v واحطه فين يا شباب في الصفر والصفر واقول فايل save as هسمي الفايل بتاعي برضو فايل بتاعي dxf اختار دروينج اتنين ده اعمل له replace اني مش محتاجه فاقول له save as واقوم رايح لي برنامج gtsnx وقول له يا عم هتهولي من الايه طبعا دي احد الطرق ان انا ممكن ارسم بالشكل ده اسرع ممكن ارسم على البرنامج واقول له import من برنامج الايه لتوكاد احنا هجبولي في الشري دي هتلي فايل هتلي drawing 2 فلاحظ ان هو اجاب لي الحدود بتاعتي اقول له apply بمنتهى السهولة وارسم لي طبعا هلاحظ ان هو اجابوا لي في الصفر والصفر هتلي بقى المستوى ده اقوم جاي هنا وبمنتهى السهولة لو اخترت الامر بتاع polyline ونحنا بنرشم في الشري دي وعمل لي create the face اختاري النقطة دي اختار 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 النقطة دي فلاحظ ان هو اعمل لي create the face بتاعتي ابدأ هنا ان انا اعمل extrude للسيرفاس ده لعمق 22 متر اللي بمثلوا لي عمق الطربة اللي عندي فبالتالي عمق الطربة عندي هعملها extrude اختار لي target surface ده اختار لي direction الاتجاه ده اعمل لي دلوقتي الطول بتاعه قديه ناقص 22 متر عشان في الاتجاه السالب واقول له اعمل لي extrode وقول له ايه apply فلاحظ ان هو اعمل لي apply طيب لو انا جت بقى اعملت hide للشكل بتاعي ده هقول له hide فلاحظ ان هو خلاص اشيل ده مش عايز منه حاجه السيرفاس ده اللي انا عملته هلاحظ still ان هو لسه ايه موجود فاقول له show all عشان نخلي excavation cut بتاعي جزء من القط هعمل ايه يا شباب هنا هقول له ان اول حاجه عندي هروح في الامر الخاص بالجيوماتري في الجزء الخاص بpullion وخاص بيه بsolid طيب مفترض ان الجزء اللي احنا رسمناه الخاص بpullion هو عبارة عن embedded في ايه في الترباة بتاعتي فاروح لي embedded هنا اشوف المبدد دي معناها ايه لو انا عندي element جوه element فانا عايز اجوفه زي الشكل ده عندي كده استخدام الامر ده طيب بيقول له انت عايي ايه التارجد بتاعك اقول له التارجد بتاعي اللي هو السولد بتاعي ده طيب باستخدام ايه المفترض ان انا بستخدام ان انا اخطر بقية الايل منت بتاعتي، فايه الطرق بتاعتيerella انا ممكن اختار به هاتتي ايه ممكن اقوم جاي هنا اذا عامل الشكل ده كده ايه اجيب نختار هنا الوضع صيد انا عايزك تختر لي دول فلاقيه مختار لي اللي هما الثمانية بتوعي تمام؟ فبالتالي اقوم جاي هنا اعمل كده اظهر الشكل بتاعي في 3D بيقول لي انت عايز تدليت التول اه يا عم انا عايزك تلغيهم اقول له ايه ابي طيب اقول له خفيلي بقى ده كده هايد اعمل لي هايد للشكل ده الشكل ده بس فلاحظ ان انا عندي ده solid 2 3 مفيش فيهم اي مشكلة اعمل دي select الكله اخفي الكلام ده كله مش عايزه اجي هنا هاجي هنا اعمل ايه بقى اظهر اخفي طبعا عندي 9 solid هاخفي ال solid دي كلها وازهر اول واحد الاحظ ان هو فيه الايه ال الشكل بتاعي زي ما انا شايف كده مجوف عشان يمثلي الحفر بايه بتاعي فطبعا كده احنا اعرفنا ازاي نعمل الامر ده طيب بعد كده هنعمل ايه احنا كده لسه ما خلصناش الجيوماتري مفترض ان انا عندي 3 طبقات للطربة لو رجعت للبريزنتيشن بتاعتي لو رجعت للبريزنتيشن بتاعتي هلاحظ ان انا عندي 1 2 3 3 انواع من الطربة فهارجع ليه البرنامج ومفترض ان انا اقسم التربة دي على ايه الاعماق التالية مفترض ان انا لو رجعت ليه المسألة اعرف الايه الدبس بتاع كل طبقة عبارة عن 3 layer اول طبقة 3 متر بعد كده الطبقة اللي بعدها 10 متر لحد منسوب 10 والطبقة اللي بعدها لحد منسوب A 22 تمام نرجع ليه برنامج GTS نظهر الفيو الخاص بيه 3D نفتكر احنا كنا رسمين ده لحد عمق كام 22 متر مظبوط هظهر الاتجاه ده كده وعايز دلوقتي ارسم ال A او اقسم الطبقة بتاعتي لحد كام 3 ولحد منسوب 10 ولحد منسوب A 22 فمفترض ان انا اجي هنا ارسم خط عشان اقسم ال A المتيريال بتاعتي فهو ده عبارة عن الخط بتاعي ما ترسمش او الخط عندي ترسم اذا اشوفه في 3D مظبوط ولا لا لا مش مظبوط افترض ان انا ارسم في ال A في 3D فاختار الخط بتاعي امسحه ثاني ارجع ثاني ليه ال View هرسم فيه طبعا انا ممكن اغير الكلام ده هعلمك حاجة لزيزة اوي دلوقتي غيرلي ال Work Plan بتاعي لان ال Work Plan بتاعي عند ال A في الاتجاه اللي هو ال X و Z ادي اتجاه ال X و Z مفترض عندي ان قيمة ال Y ب A ب واحد فانا هقول له لا انا مش عايزك ترسم ايه هنا عايزك ترسم ايه هنا فا اقول له عملي موف لي ال Work Plan بتاعي عند عايز سينيله مقدار قدي عايزا نقله بمقدار نائس 20 فيس اخطر لي الفيس ده الوريلي هي بقى مظبوط ولا لا مش مظبوط الورجين هو كده عند الصفر والصفر انه الهولي 20 متر او خليلي الورجين بتاعي عند الصفر وصفر وايه وهنا ناقص 20 ناقص 20 بالضبط جابه لي هنا انا مش مضطر حتى حط دي رجحها لي 20 متر فاخليلي برضو قيمة الوفيت ب 20 فهيجبها لي مظبوطة في المكان ده فكايني ان انا غيرت الورك بلاي بتاعي كاينه حركته الحد هنا فلو قلت ابلاي فهيجبه لي هنا فبالتالي لو جيت اعمل كده وجيت ان انا ارسم الخط اللي انا بارسمه ده امر جديد احنا تعلمنا النهاردة واختارت 3D او حتى 2D مش هتفرق عندي حاجة لانه دلوقتي انا غيرت الورك بلاي بتاعي لحد النقطة دي وقفلت وروح تجايب امر 3D ابدأ لاحظ ان انا رسمي للخط بتاعي هنا فبالتالي لو جيت اعملت اكسترود ل الخط ده سوف اختار من هنا اختار Edge واختار الخط ده وامل لي الاتجاه في الاتجاه ده وعمله لي مسافة وليكن ناقص احنا كنا متفاقيين ان المسافة دي 80 فقول لي يلا ناقص 100 او خليها زائد 100 عشان يدفع الاتجاه الموجب وقل له ارسم لي وقل له apply اطلع لي الشغل بتاعي مزبوط دلوقتي انا عايز ارجع ان انا اغير الwork plan ده تاني اقول له reset فبالتالي هيرجحه لنفس المكان الاصلي بتاعه تمام بعد ما رسمت الفيس ابدأ ان انا اعمل translate للفيس بتاعي او اعمله copy اختار ال direction بتاعي هو الاتجاه الرأسي واختار copy من هنا هنعمله translation بمقدار ناقص 3 واقول له هنا ايه copy اقول له apply فبقول لي no selected object ما اختارناش الفيس بتاعي اقول له اختار لي من هنا انا عايزك تختار لي ايه فان اختار الفيس باقول له ايه selected object انا ااسف face direction selected هو الاتجاه بتاعي هيكون هو الاتجاه الرأسي اسف نعمل ثاني translate اختار اختار ال element اختار لي direction وعايزه copy وعايزه بمقدار كام يا شباب اتفقنا ناقص 3 وقول له apply فلاحظ انه انا الهولي تماما انا عايزه ناقل ده من هنا لغاية ناقص 10 وديريكشن بتاعي هو نفس ال ايه ديريكشن ده وقول له ايه apply يطلع لي بالشكل ده تمام ما عنديش كده اي مشكلة بعد كده هابدأ ان انا اديفايد ال ايه هابدأ ان انا اعمل ديفايد ال ايه هابدأ ان انا اعمل ديفايد ال ايه المنت بتاعي انا اديفايد فين ديفايد اديفايد لالصولدز بتاعتي انا عايز اعمل ديفايد لل المنت بتاعتي كلها عشان نختار الطربة فبالتالي هاختار ال اعايز عمل ديفايد للصولد فهاختار التربة بتاعتي كلها. مفترض ان انا اروح هنا اظهر الصوليدز بتاعتي. لان هي مش مخفية لانه كان اري صوليد واحد. فبالتالي كده انا اخترت كله. واقول له هنا ايه. يعمل لي باستخدام السيرفس دي. واحد اتنين ثلاثة. واقول له هنا ايه. ابلاي. فيبدأ ان هو يديفايد ايه. الشكل بتاعي. ابدأ دلوقتي ان انا اخفي. دلوقتي بقى عندي كام اه مفترض ان انا كان عندي تسعة. فمفترض ان انا متوقع ان هما يكونوا زادوا. فبقى عندي هنا كام يا شباب. الكاونت بتاعي هنا. كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. مصبوط تسعة. وانا قسمت واحد ليه اتنين. لجزئين كمان. ضفت كين ضفت لجزئين. فبالتالي بقى ايه? تلاتة. الاحظ ان انا عندي الجزء اللي انا كنت حفره. اه ولا انا كنت عامله ليه الحفر. اه كان متقسم عندي ناقص ثلاثة وعند ناقص عشرة. عشان الايه. احدد قاع الحفر. واحدد مستوى الايه. الاستراتاتي. فاصبح كان متوافق مع الايه. مع الشكل بتاعي. بعد ما خلصت كده ارجع وراح بقى اخفي الجزء الخاص بالتربة بتاعي. تمام. خلاص ما عايتش عايز الخط ده في حاجة فامسحه. تمام. اروح امسح برضو الخطوط العمل بتاعتي او اسيبها دلوقتي عشان احتاجها. دولة اللي احتاجهم. ده عبارة عن الجزء الخاص بالسويل بتاعتي. ما عايتش عايزها فاشلها. فبالتالي فاضلي هنا دول. عندي مستوى الانكور بتاعي. بيتكرر كل او هنا ماشي هنا كل اربعة متر. وبالتالي هبدأ ان انا اعمل له ترانزليشن هنا. ممكن اخفي الصولد دي خالص. فهعمل ترانزليشن للايلمنت بتاعتي او للجيومتر بتاعي. مسافة مقدارها. وده كمان. هعمل له في الاول مسافة ترانزليشن في الاتجاه الواي. هعمل له ترانزليشن في الاول مسافة مقدارها اتنين متر. هقول له ابلها. بعد كده هختار نفس الاليمنت تاني. وعمل لها كوبي اربع مرات. عشان بيتكرر كل اربعة متر. وانا عندي الطول بتاعي عشرين متر. فبالتالي هحط اربع مرات. اقول له كابي. اربع اربعة متر. كم مرة تلات مرات. عندي مرة وكمان مفترض يتحطوا كمان تلات مرات. لطلب مني الديريكشن. اقول له اين ايه. ابلاي. الاحظ ان انا بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة مستويات. تمام. هبدأ ان انا الاحظ ان انا جيت اظهر المستوى ده من. الجيومتري بتاعي. هبدأ ان انا الاحظ ان ده هنا مدى مستوى الايه. الانكر بتاعي. هيكون على مستوى الايه. الويلينج. طبعا هو التربة بتاعتي هيكون ده وده مستوى الحفر بتاعي. او ده اول مستوى حفر تاني مستوى حفر. ثالث مستوى. ايسف اول مستوى من الحفر. ثاني مستوى من الحفر. ثالث مستوى. رابع مستوى. خامس مستوى. وده قاعد ايه الشيد بايل بتاعي. فدلوقتي لازم احط المستوى الخاص بالمستوى الخاص بالويلينج بتاعتي. ابدأ ان انا اعرف. دلوقتي انا حددت المستوى الاولاني من الانكر. اعمل سيف للموديل بتاعي. هسمي ب 3D. هذه خاطفة. احطام. او بالكربة طريقة. بالكربة طريقة. اقربة طريقة طريقة. اقربة طريقة. اقربة طريقة. Orgrance. هنا من الأنكر فبالتالي هيبقى موجود عندي أنكر بطول عشرة متر وي بزاوية ستين سنتي فكل ما هعمله في تيك نيكس كتيرة هنا ممكن تعمل بها الأنكر في الاتجاه ده أنا على سبيل المثال حاجي هنا أختار الأنكر ده ويبدأ إننا أعمله ترانزليشن تاني مسافة مقدارها ناقص 2 متر في أنه اتجاه في الاتجاه ده هرجع تاني وعمله كابي أقول له أبلاي ويقول له هنا أجي أعمله روتيشن أعمله روتيشن فين؟ أعمله أعمل روتيشن للألمنت ده واختار اللوكيشن بتاعه اللوكيشن اللي أنا عايز أعمل حواليه هنا النقطة دي وعايز أعمله حواليه أنه أكس الأكس ده وبالتالي بزاوية مقدارها كام شباب بتبقى مع عكسة مع قارب الساعة بتكون بالناقص وبالتالي بناقص 90 درجة ألف ألاحظ إنه هو لف معي وأقول له موف مفيش أي مشكلة وبالتالي موف ناقص 90 درجة عند النقطة دي وأقول له إيه؟ أبلاي فلاحظ إنه هو جمعية هنا أبدأ أختار من ترانزليت أقول له إنه لي هنا المفترض إنه عندي في الاتجاه ده هيتكرر مرتين فبالتالي هنقله على بعد ناقص 2 في الاتجاه الأفقي اللي هو إتجاه الأكس وأقول له هنا أبلاي تمام؟ نفيش أي مشكلة بعد كده أختار نفس الأنكر أقول له عمله لي كوبي لمسافة مقدارها ناقص 6 عشان أحب في الناحية الثانية ده مسافة عرضها 10 متر فبالتالي 2 متر من ناحية دي و 2 متر من ناحية دي فبالتالي أقدر إن أنا إيه؟ أحصل على إيه؟ الألمنت ده بالظبط فبالتالي أجي بعد كده أقول له كوبي مسافة مقدارها 6 متر أقول له سيلكت أقول له هنا أختار للأكسس إكس وأقول له إيه؟ أبلاي جميل أوي ممكن أكرر نفس الكلام ده في الاتجاه الثاني أو أقول له فأنا هنا ممكن أنا أقول له بدل ترانزليت أعمل استخدام الأمر الخاص بميرور أقول له إختار لي ده وإختار لي ده وإختار لي ده وإختار لي ده وعمل لي ميرور هتعمل لي ميرور على أيه؟ سأقوم بعمل حوالي المحور بعد ذلك أقوم بعمل الـ Copy للـ Object الذي اخترته على المحور أقوم بإظهار ألاحظ أنهم مظبوطين أقوم بعمل ويبقى الشكل مظبوط أرجع ثاني هذا هو المستوى الأولاني فأنا أريد أن أقوم بعمل الـ Copy من هنا لفوق فبالتالي أختار الـ Object اللي أنا لسه أعمل لها Translation و Copy وأعمل لها Translation هنا ثاني أختارها ثاني ما فيش أي مشكلة أقول له Translate أو Copy مسافة مقدارها كما شباب لفوق لو فاكرين 2 متر حوالين أنه محور أقول له حوالين المحور وأقول له هنا كده كم مرة أقول له مرة واحدة وأقول له هنا كده إيه Apply وأقول له Cancel ظهر لي في 3D ظهر لي الشكل ده هلاحظ أدي مستوى لو ظهرت الشكل الجانبي هيبقى عندي هنا بالشكل ده أدي مستويين وأدي مستويين زي ما أنا إيه عايز بالضبط كده يبقى أنا عملت الإيه الإلمانة بتاعتي طيب أنا هحط دلوقتي مستويين من الستراتس فبالتالي هزهر البلان بتاعي بالشكل ده وأجي أعمل المستوى الخاص ب الويلينج وإيه وإيه الليستراتس بتاعتي فبالتالي هاجي هنا وأقوم رسم هنا مجرد إن أنا هرسم عندي مربع بيه الشكل ده أظهر في 3D هلاحظ إن هو مظبوط لأ عندي هنا مشكلة تاني أظهر البلان أختار هنا من النقطة دي وأختار هنا مسافة كام لحد ناقص عشرة وي عشرين فأنا ممكن أكتب من هنا ناقص عشرة وي عشرين أقول له أبلاي إيه هو ده الشكل إيه بتاعي أظهر 3D أعمل ترانزليشن لمسافة 2 متر قبل ما أعمل ترانزليشن لمسافة 2 متر هعمل هنا إيه تاني أعمل دي سيلكت أختار أمر لين وأرسم هنا إيه لين يمثلي إيه إلسترات بتاعي وأعمل ليه ترانزليشن هنا أعمل دي سيلكت وعمل ترانزليشن أختار لي الأوبجكت بتاعي أخطار لي الأوبجكت بتاعي أأتي هنا في Curves اختار ال Line اللي أنا لسه رسمه ممكن تيجي تختار من ال Element اللي أنت لسه رسمها وقل له Copy هنا مسافة مقدارها كما يا شباب برضو هنعملها مسافة مقدارها 2 متر بس في الاتجاه الموجب و ال Direction بتاعي هو ال Direction ده وقل له هنا كده ايه Apply فيبدأ النواي يقنله دي أرجع اختاره تاني وقل له برضو نفس ال Selection في الاتجاه نفسه وعملهولي Copy ثلاث مرات لا المسافة آسف مقدارها 4 متر بس هتعمل لي الاتكرار ده كم مره ثلاث مرات وقل له ايه Apply آسف في مشكلة هنا اعمل Ctrl آه كانت زهرة مظبوط Ctrl Y هذه مرة هذه الثانية هذه الثالثة هذه مفترض ادي كده مسافة فبالتالي انا محتاج كمان مرة ومحتاج كمان مرة في الأنكور هنا لان مفترضي باربعة فبالتالي انا نسيت مرة في الأنكور ارجع اعيدهم بسرعة ممكن اختار اعمل دي Select اختار ده اختار ده اختار ده اختار ده واختار ده واختار الاتجاه ده اختار الـ Element ده واختار الـ Element ده ألف الشكل بتاعي في حيث انا فاضلي ده وفاضلي ده ارجع اظهرهم المفترض ان انا كده يبقى مختار اعمل Translate مختار 9 مظبوط واح اللي هو اربعة اقوله الـ Direction بتاعي هو الـ Direction ده هتعمل الـ Select Direction خلاص ومن دلوقتي Copy مسافة مقدارها ناقص اربعة واقوله هنا ايه Copy واقوله هنا كده ايه مرة واحدة واقوله Apply اظهر الشاشة الخاصة فبيقولي هنا ايه فبالتالي كده مظبوط فبالتالي كده مظبوط فبالتالي كده مظبوط اخطر اخطر المستوى ده تاني وده 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 واخطر كمان ايه تاني يا شباب ده وده 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 ما كده كونت لايه الشكل بتاعي كده ناقصني حاجة واحدة وهي ايه ان انا اعمل Translate لكلام ده المسافة المنسافة من المسافة فبالتالي اختار الخاصة التفاقان ان انا هايب عندي المستوى المستوى من النقاط للنقاط فبالتالي اختار ده وده 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 ومعمل لهم ترانزليتلي الاسفل مسافة مقدارها كام حد فاكر اتنين متر ناقص اتنين متر واقول له قبل غاقي طيب بعد كده هاختار نفس الكلام ده تاني ايسف مفترض كنا نعمل مرتين دلوقتي ارجع اختار ده وده وده ممكن ارجع تاني اختارهم واحد اتنين اربعة خمسة ستة مزبوط واعمل ترانزليت هنا مسافة الاسفل ومسافة مقدارها اتنين متر مرتين اقول له هنا كام ممكن اقول لكوبي ما فيش اي مشكلة اقول له هنا اعمل لي كوبي ليهم مرتين على مسافة مقدارها اتنين متر مزبوط فبالتالي لو انا جيت اظهر الشكل ده كده او الاتجاه الجانبي فبالتالي ادي اول مستوى ادي تاني مستوى تمام فاضل لي حاجة واحدة وفاضل لي حاجتين هنا في الشكل بتاعي ان انا ممكن اعمل اختار الشكل ده واعمل له ترانزليت كمان اتنين متر للاسفل عشان يحدد بحنا كده حددنا الاماكن الخاصة بي الايه بالويلينج بتاعتي فاختار ناقص اتنين متر الكلام ده هعمله مرتين واقول له ايه ابلاي بيقول لي ما اخترتش الديريكشن فاختار الديريكشن واقول له ايه ابلاي فلو جيت اظهر الشكل ده كده هلاحز ان انا بقى عندي المستوى بتاعي كل ايه مزبوط تمام شباب كده فاضل لي ان انا اعمل ايه اعمل اكسترود او اعمل اللاين الخاص بالبال بتاعي فهو عبارة عن الخط ده اظهره هنا ممكن انا ارسم خط عشان اسهل الموضوع شوية ارسمه في 3D اظهر شكل 3D بتاعي فهو من النقطة دي لحد النقطة دي تمام هعمله ترانزليت هنا طبعا زي ما احنا شايفين كل ما الموديل بتاعي يبقى معقد كل ما بياخد ايه وقت ومجبوط في ان انت تعمله ايه الموديلينج بتاعك هتقول له في الاول كوبي ناقص 2 متر واقول له ايه ابلاي ايه ابلاي اولا كلام ده غلط عشان احنا مفترض اثنين متر هقول له اااااااا ايه بتاع كوبي الواي بس المرة دي ايه بلوالي تجاه الواي المرة دي اتنين متر لان مش بالنائس. اقول له apply. اه اقول له apply. من الواضح ان احنا عملنا هنا حاجات ملهاش اي لازمة. عملتها مية متر تاني اختار نفس الخط. اعمل له موف اشان انا مش عايزه مسافة مقدرها ناقص اثنين متر. اقول له هنا ايه. ابل ايه. خلاص اتنقل معي. اشوفه في ال plan. اشوفه في ال side view. الواضح ان هي مش عايزة تظبط في مشكلة عندي. مشكلة عندنا. اخليها ناقص ا احنا عندنا الاتجاه الوي احنا دايما حاطنا هموجب انا عندي اتجاه الوي هنا ايه اه فانا هحرك كده اربع متر والتارجت بتاعي في الاتجاه ده بمقدار كاما شباب تمام كده زبط هحرك وهنا في الاتجاه ده اربع متر بس المرات هعمل له كوبي اربع مرات عندي واحد اين تلاتة اربعة ويقق الديريكشن بتاعي الاتجاه ده اقول له ابي فيبدأ يكويني البايلز بتاعتي في منتهاء السهولة وبالتالي هو دايبقى الايه الستركشور سيستم البتاعي زي ما انا شايف ممكن الستركشور سيستم بتاعي يكون معقد شوية نمسح بقى خطوط العمل دي مش عايزينها خط ده برضو مش عايزينه اعرفش ايه الخط ده جي منين بس مش عايزينه تمام كده يا شباب بعد ما خلصنا دايبقى احنا كده اعتبر كاملنا الايه الجيومتري بتاعي ممكن اظهر دلوقتي السولد فبالتالي هو ده الشكل الخاص بي الايه الموديل بتاعي بكده يبقى خلصنا الجيومتري بتاعي كله بعد ما خلصت الجيومتري بتاعي دايبقى ان انا انظم حلي بحيث ان هو يكون اسهر عملية الماشنج بتاعتي فهي هروح لأول حاجه هخفي السولدز بتاعتي ممكن بكليك يمين هنا تختار الاليمنت بتاعك وتقوله هايد او تشو ما فيش اي مشكله خالص او انك تخفي السولد دي كلها من هنا مش عايزين سولد اقوله لو انت مسلا عايز تختار الانكورز لو انت عايز تختار الانكورز دي لو انت اختار الاليمنت او الرو الاخير من البايل عشان نحدد الستراكشر سيستم بتاعتنا كلها بشكل مظبوط ادي الرو ده نلف هنا نختار الرو الاخير ونقل هنا اكليك يمين شو انلي فبالتالي يظهر لي المستوى ده من الايه يظهر لي المستوى ده من الايه الانكورز فبالتالي يظهر لي المستوى ده من الايه نصر اذا ن summon الرو الانكورز فبالتالي يظهر يزور اضافي الكيروس بتاعتي بس. وانا وضع حين ان انا ما حصل ليش هنا فانا هرجع تاني اعيد الحتة دي. عيش هنختار تاني دي. ونعمل لهم ترانزليشن. ترانزليشن في الديريكشن ده. مسافة مقدرها نائس اربعة. نعمل لهم كوبيب نائس اربعة متر. وقل له ابيلاي. نقول هنا cancel. ونسايف. ده انا عايز عمله دلوقتي ان انا عشان اسهل عملية الماشينج ان انا ابدأ اختار كل element. وحطه في الكاتوجري بتاعته. فعلى سبيل المثال هاختار الانكر. دي. واختار الانكر دي. نختار المستوى اللي تحت من الانكر. مفروض ان تكون ماشي معايا خطوة بخطوة. دي. وحنعمل click يمين. وينشو. الحاجات اللي انا اختارناها. فهو ده اقوم المستوى. سأختار الـ Element وأقول له هنا فيه حاجة لو عملت Click Mean هنا ممكن أقول هنا Combined أو Merge نحن نقوم بتغيير المش نحن نسميها هقول له هنا بعد ما قلنا create new geometry مش هنزل تحت هنا هلاحظ ان هو بدأ يعمل لي create هنا لجيومتري مش هعمل لها rename هقول له هنا include أو exclude فهقول له include هيقول لي اختار انت عايز اول حاجة تختار تإنكلود ولا تإكسكلود فهقول له لا include ده وده 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 ده الفكرة هنا ان احنا نسهل عملية المشنج بعد كده عشان ما نتعبش في الاختيار وبرضو بنتعلم أوامر جديدة ده وده 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 ممكن احنا نختار كده برضو نعمل كده هقول اختار كل intersect كمان فاختر لي دول تمام فده برضو يقوم مسرع لي عملية الايه الاختيار بتاعتي فانا كده عندي 28 مفترض انه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة في اتنين بعشرة والنحية التانية عشرة يبقى 20 وتمانية يبقى كده مزبوط فاقول له او هنا ايه apply اوكي فبكل بساطة اقدر ان انا اظهرهم واخفيهم بمنتهى الايه السهولة بنفس الوضع هروح ابن انا ابدأ اظهر الباقي اسف هنخفي دول نظهر ده خلاص مش عايز ان انا اظهر الجيومتر ده هروح برضو اظهر الاتجاه ده كده نفس القصة هروح اختار دول واختار دول واختار الاتجاه التاني فاختار دول واختار دول واقول له هنا create new new وقول له هنا هنا هقول له include او exclude فاقول له هنا اختار دول واختار دول واختار دول افترض تطلعه 28 برضو اختار دول اختار لي دول اختار لي دول اقول له هنا ايه ابلاي اقدر ان انا اخفيهم بمنتهى السهولة ايجي هنا اظهر سري دي اقول له اظهر لي ده وده 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 واقول له شو انلي فهو ده بمثل لي البايلز فانا هعمل هنا نيو جومتري وهسميها هعمل هنا انكلود وي اكسي كلود اقول له اختار لي دول انكلود وقول له ابلا تمام بعد كده اقول له اظهر لي الكيربز دي اقول لنا عندي هنا كم مستوى من الانكل اقول له المستوى الاولاني والمستوى هنا الثاني مستوى الثالث الرابع الخامس بعد كده ابدأ ان انا اختار الستيجز الخاصة بالستراتس بتاعتي فهاختار ان انا اخفي الحاجات دي كلها المستويات دي كلها انا عايز اعمل لها هايد فبالتالي هما المستويين دول هاخفي ده اقول له هايد وده اقول له هنا هايد هايد اظهرون بالشكل ده يبقى عندي مستويين اقول له هنا انكلود وي اكسي كلود اقول له هنا جيومتري اه اه نيو جيومتري سات ها ننكون سيدر اول حاجة هنا اللير دي اقول له هنا انكلود اول مستوى عندي اقول له ابي اقول له ابي اقول له اظهر لي هنا كله تاني اقول له هنا كده اول مستوى ده مش عايزه امسحه خطوط ملهاش اي لازمة فبالتالي هظهر كده اظهر الشري دي اخفي ده وده 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 اقول له هايد اخفي المجسد بتاعتي يبقى فضل لي ده فيبقى فضل لي المستوى ده بتاعي اختاره اعمل هنا انكلود ميو جيومتري اختار انكلود اكسي كلود اختار ده اقول له هنا ايه بكده يبقى انا كاني لخصت الجيومتري بتاعي اشوف ايه اللي فاضل عندي يبقى فاضل عندي هنا الاربع صورد اللي بيمثلولي الايه اللي بتاعي بتاعتي فيبقى الحل البتاعي يعتبر ايه متنظم كجيومتري يبقى فاضل لي هنا الايه الصوليدز بتاعتي ممكن احنا نتعامل معها في المشنج بمنتهى السهولة اظهر الجيومتري بتاعي كله وابدأ ان انا اعمل تشيك على الطبقات بتاعتي فاضل لي خطوة خطوتين بالزبط عشان اقدر اخلص الايه الجيومتري بتاعي طبعا زي احنا شايفين تعتبر مسألة كبيرة جدا هابدأ ان انا اخفي الطبقاتّ بتاعتي اللي برا واسيف الطبقات الخاصة بالاربع ابدأ الابدأ الاحظ بشكل بتاعي بدا يبقى مظبوط جدا هاخفي الطبقات الاولى الثانية بالاتالي لو انا عملت هنا فأنا بس اظهر البيلز فانا عايز ان انا في الخطوة دي ان انا اعرف الجيومتري بتاعي او الصلد بتاعتي ان فيه بيم المنت او فيها بايلز هتعدي من خلال الصلد بتاعتها بحيث اما يجي نعمل مرحلة المشنج يبقى فاهم اما يجي اعمل مشنج للصلد بتاعي ابا هو فاهم ان انا فيه المنت عندي هيبقى ايه مارر من خلال الصلد ده فعشان ان انا افهم البرنامج حاجة زي كده هعمل حاجة امر اسمه انبرنت اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده فهاجي هنا في الخانة الخاصة بسيرفس والسولد هاختر امر اسمه انبرنت هقول له اوتو انبرنت هيقول لي التارجت بتاعك هقول له السولد بتاعتي دي هيقول لي اختر لي التول هقول له اختر لي البيلز بتاعتي اختر خمس خطوط الخاصين بالبيل هبدأ اقول له ابلاي هبدأ لاحظ انه بدأ يعمل لي النقط الخاصة بالامبرنت اختر خمس خطوط خمس خطوط الخاصة بالنقط الخاصة بالنقط الخاصة بالنقط الخاص بي ها اختارت لزيب تاعتي وقيدت هنا اعملت بتاعي باثنين هبدأ وخفي ده هبدأ ان انا الاحظ موجود الصلد بتاعي هنا وبعد ما نخلص مرحلة الامبرينت ندخل على حاجة اسمها اوتو كونكت نظهر الجيومتري كله بحيث ان احنا نربط كل الفيسز بعضها عرفش حيث ان هو ما نيجي نعمل ماشينج يبقى حاسس ان الفيسز اللي هي كونكتد مع بعضها كانها متصلة مع بعضها فبالتالي ربط النقاط كل النقاط من الفيس للفيس التانية ببعضها فلو احنا اخترنا هنا اوتو كونكت وقلت له اختار المنشأ كله او الجيومتري بتاعي كله وهقول له ابلاي هيعمل لي اوتو كونكت بين الاتنين فهو بالتالي كده ربط لي المنشأ كله ببعضه اه اتشيك هنا اخر حاجة اعملها اتشيك لو انا عندي او في اي نقط او اي خطوط على بعضها او اي اي او اي صويتز على بعضها فانا هاعمل هنا اتشيك لدبليكيشن بتاعتي فهو هنا اقول له ابلاي هشوف ايه اللي عندي موجود دبليكيشن هيقول لنا عنديش هنا غير اه اقول له اعمل مش عايزه واقول له اكلو فبالتالي كده الجيومتري بتاعي اصبح ايه نفيش في اي مشكلة وكده جاهزين لمرحلة الايه الماشنج هنقف المحاضرة النهاردة عند الجزء ده وفي المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ في تعريف الماتيريال لحد ما نكون زكرنا الجزء الخاص بالموديفايد موركولوم بالمرة الجاية هنبدأ ان احنا نعرف الماتيريال باستخدام الموديفايد موركولوم بحيث انها برضى تكون بفرصه احنا نرجع عليها بشكل سريع ونعرف ازاي ندخل الاماتيريال ده هنتكلم بقى عن المشنج والاناليسي والاوالوودس والاوالكونستركشن ستيجز بتاعتي والاناليسيز وإن شاء الله نحاول نبدأ في المحاضرة الجاية في موديل خاص بحيث نحن نحل الموديل ده ونحل الموديل الخاص بحيث ونبدأ نعمل موديل يدمج ما بين الحالتين ما بين الاكسكافيشان مع بعض بحيث نحن نخلصنا الجزء الخاص بالإكسكافيشان والأساسات على الخوازي بشكل كامل نلخص اللي احنا عرفنا النهاردة في المحاضرة اول حاجة اتكلمنا عن الموديفايد مور كولوم وعرفنا ازاي معادلات بتاعته ايه هي البرامتر ازاسية اللي احنا محتاجين ندخلها وازاي نحسبها وبعد ما خلصنا تعريف الكونسيوتو في موديل النهاردة لازم افاهم ان احنا بناخد اوفرفيو عن الموضوع مش بنخش في الديتيلز بتاعته يعني الموضوع بيكون كبير جدا كدراسة بعد كده بدأنا ان احنا نتكلم عن الجيومتري الخاص بـ 3D Retaining Excavation وشفنا ازاي مع موديل معقد زي اللي احنا شفناه النهاردة ازاي قدرنا ان احنا نعمل ازاي نعمل ازاي نعمل احنا احنا قدرنا نعمل الجيومتري بتاعه وازاي استخدمنا اوامر كتيرة زي اللاين والبوليلاين وازاي عرفنا نعمل امبورت مرتين عشان يخدم اللي انا عايزه واستخدمنا امر Extrude ويديفايد وبولين عشان نعمل واتكلمنا عن بتاع البيلز اللي موجود جوا الصلد بحيث يحس بالـ 1D Element واتكلمنا برضو عن الـ وتكلمنا برضو هنا عن الـ Auto Connect وتكلمنا عن شاكل خاص بالجيومتري بحيث ان هو يتأكد ان يفيش اي 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 جيومتري على بعضه عشان يخدمني في مرحلة المشنج فبالتالي محاضرة النهاردة كانت تعرفنا فيها على حاجات كتير اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنتكلم زي ما قلنا عن بقية الموديل النهاردة وهنبدأ في الموديل خاص بالرفتين فونديشن اشوفكم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة